موسيقى موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهد الكريم إلى حلقة جديدة من هذه السلسلة المتصلة بالتأمل والتدبر في هدايات القرآن المتنزلة في كتاب ربنا سبحانه التي جعل لها هذا العنوان المبارك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يقول الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا القرآن هنا واضح أن الله عز وجل يقول سأصرف عن آياتي يصرفهم صرفة سبحانه وتعالى سأصرف عن آياتي من الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق الكبر يعني الذي يمتل قلبه كبرا هذا غير مؤهل لا لهداية ولا لرشد فكبره هذا الذي يحمله بين جنبيه هو صارف له عن الهداية وعن مهما كان طريق الهداية أمامه واضح ومهما كان الرشد أمامه بين هو سيصرف عن هذا كله سيصرف عن هذا كله لهذا الكبر الذي امتلأ به قلبه والمثل الواضح جدا في هذا الباب هو مثل إبليس أن إبليس ما حمله على أن يشد ذلك الشذوذ عن طاعة ربه سبحانه وأن يتمرد ذلك التمرد الكبير إلا هذا الكبر القرآن قص علينا في أكثر من موضع قصة إبليس أنه من ذلك أن الله عز وجل قال إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طيل فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طيل يعني سبب التمرد الأول والعصيان الأول لله رب العالمين كان مصدره هذا الكبر استكبر إبليس واستنكف أن يمتثل لأمر ربه سبحانه لأمر خالقه سبحانه في موضع آخر قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طيل قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاهبط من الجنة يعني فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين من الصاغرين يعني من الأذلاء ليقابل حال التكبر الذي عنده الصغار الذي لزمه من بعد جاء من ذلك الكبر الذي امتلأ به نفسه فالله عز وجل طرضه من رحمته سبحانه بعد ذلك الكبر الذي بدى منه والذي جعله يستنكف عن امتثال لأمر خالقه سبحانه ومن هنا جاء المقتدون بإبليس من بعد الذين امتلأت قلوبهم بهذا الكبر فصرفهم عن الرشد وصرفهم عن الهدايات والمثال الواضح جدا كذلك مثال فرعون من الناس يعني إذا كان إبليس من الجن وهو المثال الواضح لهذا الذي نقوله فالمثال الواضح جدا كان من البشر هو فرعون فرعون الذي كان استكبر في الأرض بغير الحق وكان من العالين وكان هو هذا النموذج فرعون لما جاءه موسى ودار بينهم ما دار ثم كان من أمر أن يأتي بسحرة السحرة أنفسهم الذين جاء بهم تأكدوا أن هذا ليس بالسحر الذي جاء به موسى عليه السلام وآمنوا برسالة موسى عليه السلام الشاهد أن القرآن قص علينا كذلك هذا الخبر أنهم لما سجدوا وآمنوا بالله رب العالمين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم يعني نتأمل أي مثال هذا في الكبر يعني آمنتم له قبل أن آذن لكم يعني حتى يؤمنوا يحتاجوا أن يأخذوا منه إذن قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم أجمعين فهو يقول لهم آمنتم له قبل أن آذن لكم يعني ثم النموذج الآخر أنه من بعد عندما خرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل قوم مستضعفون يعني قوم مستضعفون كان فرعون يسومهم السوء العذاب لكن الكبر الذي امتلأت به نفس فرعون أبد عليه أن يجعل هؤلاء الفارين من ظلمه إلا أن يلاحقهم فكانت في تلك الملاحقة كانت في تلك الملاحقة هلاكه هو هلاك فرعون الله عز وجل أخبرنا وجاوزنا ببني إسرائيل البح فأدبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى استكبارا في الأرض وبغيا وظلما واعتداءا يعني يلاحق أناس مستضعفين فقط ليرضي نفسه المستكبرة المتكبرة ثم هذا النموذج يتكرر من بعد في أزمنة مختلفة وفي عصور متفاوتة أبو جهل نفسه كان نموذجا لهذا الكبر المانع من الاهتداء والذي يورد صاحبه الهلاك يعني أبو جهل يوم بدر بعد أن نجد عير أبي سفيان وهم ما خرجوا إلا لإنقاذ هذه العير فلما بلغهم أن العير قد نجد وأن أبا سفيان قد سلك طريقا آخر ونجى بقافلته وهكذا بعض العقلاء من الناس من المشركين يعني قالوا نرجع يعني الذي خرجنا من أجله الآن انتهى نرجع فالذي أوردهم الهلاك كان أبو جهل الذي كان نموذجا كذلك لاستكبار أبو جهل قال لا ولات أو أقسم بما شاء لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم عليها ثلاثا ننحر الجزور ونسقي الخمر وتعزف الغيان وتسمع بين العرب وا 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 هذا الشعور المتعاظم بالنفس وبالكبر هو الذي أوردهم الهلاك فكان يوم بدرا اليوم الذي قتل فيه أبو جهل نفسه وعلى هذا فالكبر مانع من كل خير والكبر موصل إلى كل شر قصتان وقعتا في زمانه صلى الله عليه وسلم تبين حال الإنسان الذي يكون في قلبه كبر ماذا يكون مصيره وحال الإنسان المخبت المتواضع حتى وإن كان على معصية أو كان على شيء من مقارفة ذنب رجل كان وكان يشرب الخمر مرة من بعد مرة يشرب الخمر بعد التحريم يعني بعد التحريم القاطع إلى الخمر فكان يؤتى به ويقام عليه حد الخمر ويذهب ويؤتى به مرة أخرى ويقام عليه حد الخمر حتى واحد من الصحابة قال لعنه الله ألا ينتهي لعنه الله ألا ينتهي فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمعها قال له لا تلعن إنه رجل يحب الله ورسوله إنه رجل يحب الله ورسوله هذا المجدود في الخمر ورجل آخر كان يأكل بيده اليسرى فرح سلم يقول له كل بيمينك فيقول لا أستطيع فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت يعني دعا عليه صلى الله عليه وسلم الفعل نفسه ليس ثمت مقارنة بين أن يأكل الإنسان بيده اليسرى وبين من يشرب الخمر التي هي أم الكبائر ومن السبع الموبقات المهلكات ليس ثمت مقارنة بين المعصيتين من حيث هي معصية لكن الكلام هنا ليس عن المعصية هذه والمعصية تلك الكلام عن النفس الذي عند ذلك الذي يشرب الخمر وذلك الذي يشرب الخمر مبتلى بهذا الابتلاء العظيم لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن في نفسه خيرا وأن فيه طواضعا وأن فيه حبا لله ولرسوله ونحن لا نشك البتة أن هذا الرجل الذي كان يشرب الخمر أنه قد أقلع من ذلك الذنب وأنه قد ختم بخير ما عندنا ذرة شك في هذا الأمر ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد له هذه الشهادة أنه يحب الله ورسوله فلا شك أن هذا الذي كان يشرب الخمر انتهى إلى خير وختم بإحسان ولا نشك كذلك في مصير ذلك الذي يستنكف أن يستجيب لتوجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يستطيع أن يأكل بيديه اليمنى لكنه عندما قال لا أستطيع ورسوله يقول له كل بيمينك ويقول لا أستطيع هو يأبى ويستكبر ويستنكف أن يأتيه توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا إنسان امتلأ قلبه كبرة وذلك إنسان تباعدت نفسه عن الكبر فعلى اختلاف الموقفين وعلى اختلاف المعصيتين كان الفلاح في جانب ذلك الذي يشرب الخمر من بعد وكان الفساد عند هذا الذي امتلأ قلبه كبرة ومن هنا لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لأن هذا الكبر يصرفه عن الهداية يصرفه عن الخير يصرفه عن الرشاد ويقوده إلى الشر وإلى السوء هذا بصريح القرآن بصريح هذه الآية التي بدأنا بها هذا الكلام سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا هذا أمر مشاهد في دنيا الناس الطغاة المستبدون كل هؤلاء الناس كلهم يبصرون من حولهم يعني ينظرون إلى نهاياتهم ويجعرون أن نهاياتهم قد اقتربت لكنهم في عمى بصائرهم في عمى حتى تحل بهم القوارع هذا كله مرده إلى هذا الكبر الذي في النفوس الله نسأل أن يهدينا إليه صراطا مستقيمة وأن ينفعنا بالقرآن وأن يرحمنا بالقرآن وأن يجعله لنا نورا وهدى وضياء هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة